موسيقى السلام عليكم أخوتي و أشعركم لباس بخير بزات هبلوني يا أخوتي يودي والله غير تيريفون محبش يحبس غير غير روابط روابط شوفنا شوفنا باتوا لي عليها تعال هداف قالوا لي روح شوف و اسمه بن شو بير و راهوا زعماء رد على جامل بلماضي كينتاقدهم صحافة هادية دقوا نخليكم تسمعوا و نشوفوا و نردوا عليها على كل حال أسمعوا و اش قالوا بحث عنه في هذه المباراة و مصالحة الجماعير لأن صورته اهتزت بعض الشيء مؤخرا وسط الجماعير الجزائرية التي كانت تدعمه كثيرا لازالت تدعمه ولكن ليس بنفس الحدة صورته اهتزت نحن رانا نشوفه الملعب وين شوفوا جامل بلماضي يخشكون مناصر ليرا و يطلع الملعب يعني هو المهتم بال مهتم بالمتخب الوطني الجزائري اكتر واحد مهتم بالمتخب الجزائري اللي تلقى يطلع على السطاد يعني هذاك مهبول بالون كين شوفوا في السطاد قالوا اكبر جامل بلماضي انتوا اللي يحبي تتهزوا صور جامل بلماضي راني شوف انا في التعليقات عندي اغلابية 80% كلنا بلماضي كلنا بلماضي راني فاهم يعني كلامك خليها عندك مقارنة بذي قبل لذلك اول ما يتبدر اول هدف يسطره جامل بلماضي في مواجهة سينغال هو اعادة المياه الى مجاريها فقط نعطي له نقطة فقط الجماهير الجزائري تنتاقد بالماضي تنتاقده باريسوم على مبارايات على اداء على كده بسعا ما تتهجمش على جامل بلماضي كيمانتوا ما رجعتوا التحليل كهجم تهجم على الشخص ليس على جيت حل المباراة تعطيني وين كان الخالل وين كان كده تهجمه على اللاعبين هذاك ما يصلحش تهجمه على بلماضي هذاك ما يصلحش وبالماضي لازم يدير العشب وسائل اعلام الجزائرية ما شكله مع الصحافة هذه يبدو انها مسلسل لن ينتهي في القريب العاجل اذا كان صحيحا ما قاله ميدو في بداية الحصة حول توجيه انتقادات لوسائل اعلام هنا توقف اذا كان صحيح زعمه شغل ما اسمعش زعمه شغل ما على بالك اذا كان صحيح اذا كان صحيح وعلى بالك باللي صحيح نحي هذه الكلمة اذا كان صحيح ما تلعبوش بالكلمتاك وحفظتوا بالزاف على الدراجة تلعوبك باللسان هذاك شغل قالم جزائرية عبر وسيلة اعلام اجنبية وسيلة اعلام فرنسية فهذه اهانة كبيرة ما كان عليه ان يقع في مثل هذه السقطة انتقدنا هنا في الجزائر على الرحب والسيعة ستجد صدورنا دائما مفتوحة لك ولكن ان تنتقد وسائل اعلام ان تنتقد ابناء بلدك الذين صفقوا لك لما خرجت في الدور الاول في الكان الماضي وصفقوا لك لما قسمت ظهر الجزائر باقصاء مر من مونديال 2022 بقطر فهذا الامر مرفوض ومرفوض للغاية هذا امر مهين لوسائل اعلام الجزائرية مهين حتى للجزائر ان تخرج انت الناخب الوطني الجزائري تخرج للعالم عبر وسيلة اعلام فرنسية وتهاجم ابناء بلدك تخيل لو حدث هذا الامر من طرف صحفي جزائري خرج عبر وسيلة اعلام فرنسية وهاجم الناخب الوطني جمال بن ماضي هذا الامر لن نفعله بتاتل حتى مقابل اموال والله لن يفعله اي صحفي جزائري على الاقل عليه ان يلتزم ببعض الوطنية مع ابناء بلده لانه لما نعود الى ارض الواقع لا ينفعك الا ابناء بلدك لكن شاهدنا من قبل الامين صحفيين يتدخلون عبر قنوات اجنبية وينتقدون الناخب الوطني الجزائري اعتقد بان كهولت الامر نوعا ما وقلت ايضا بان صورة الناخب الوطني اهتزت لدى الجمهور لا يعتقد هذا بتاتا يقول بانه علاقة طيبة للغاية مع الجماهير الجزائرية ومشكلة الابدية تبقى مع الصحفيين وليس كل الصحفيين وانما مجموعة معينة قبل مباراة طنزانيا عدهم على الاصابع وقال سبعة او ثمت صحفيين قال الله يهديهم ويدديهم او يديهم قال الله يهديهم والله يديهم ولكن المشكلة وره هنا محمد وتكلم عليها بعض الصحفيين لما قال هذه الجملة هدية الصحافة لي كانت موجودة تدحك هدو المشكلة هدو هما هدو هما هدو هما هدو هما هدو هما العباد ليعطاوا الطامة الكبرى واحد شلة ما نقدرس نصفهم هدو 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 ثلاثة هدو ثلاثة او أربع عيباد وهما هدو هدو أشخصو هدو هم فسحنا هدو او أربع عيباد هدو هدو اعلم هنا لكم واسمه رفيق واحد الشعب الجزائري ما عندوش القيم وما عندوش المبادئ وشعب عدواني راكوا تشوفوا هذا يميد واسمه ليميقري راكوا على بالكم كيفاش يهضر بالفرنسي نورمال ليميقري يهضر بالفرنسي راو يقول لكم موتكم خير من حياتكم يتمنى موت بعض الأشخاص في بلاطوي أخوتي شي خاطر وش لو يصير في بلادنا ولا غير شي خاطر خاطر جدا يعني إحنا وش انتقدنا وش هذين يرغبون المنتخبين عمث من ميت من مين لهم الموت راك شايف نبدأ بشوف هذا يا قال لك باللي جمال بالماضي إهانة للصحافة وإهانة للجزائر انه يروح باريسون في قنوات فرنسية وينتقد كما قالوا الصحافة الجزائرية وقال له شيخي وقال له صحبيين جزائريين تانيك رحوا لعدة قنوات وانتاقدوا المنتخب وانتاقدوا بالماضي يعني شيء عادي قبله وما سبقوه قبله باش انتاقدوه في قنوات واحدة اخرى هكذا واش يقول لك يقول لك بالشوبير يقول لك بالصحبيين صارت صحبيين راحوا وانتاقدوا باريزون بجمل بالماضي في قنوات فرنسية واجنابية يقول لك هذي عمرها ما صارت وعمرها ما تصير وحتى يتدفعوا انه هو المندير واش ارى وجاوبك على كل هالشيخي نزيد جاوبك انا على كل هال هايلك القاناة تتاكم غير كما عندها يومين ولا هايلك راحت لفرنسا وراك تشوف العنوان يعني يروحوا لي فرنسي باش اللي فرنسي ينتقدوا حسان عوارو ينتقدوا رياض محرز راكو تروحوا لي فرنسي يعني انتو راكو تطرحوا الاسئلة في الفيديو هذاك ما كانش طرح الاسئلة صحوره ويجاوب على الاسئلات تعكم هذه النقطة رافق واحد ما رحش القاناة قطارية واتهم الضلماضي بشيء خاطير ورئيس الجمهورية تبون وتكلم عليهم ودار حالة يتهم اتهامات خاطيرة في قاناة قطارية وانتوما ما رحتوش هادي مشي خيانة تكرموا مدر في فرنسا انتوما تبعين الفرنسا قانتها تبع الفرنسا واش دخلك في فرنسا واش دخلك فيه واش دخلك فيه تكرموا فرنسا ليحتلت الجزائر حتى نقولوا رياضيا يعني تعديت الخطوط التاعك يعني حتى ليباش او الصفحة اكتبوها لكم خيانة هادي مشيان اللي كتبتها رك شايف رك شايف بان شو بان نجيبو لك وش كنتو تهدروا والبلاطوات اللي رحتو ليهم وحافظ الدراج اللي يضل ينتاقد واسموه ينتاقد جامل بلماضي في وين وين هديك القطارية وفي الصفحة هديك كان واحد صفحة تامي قطارية يكتب فيها وينتاقد بلماضي وانتاقد الحكومة وانتاقد واتهامات خاطيرة للحكومة واتهامات خاطيرة جامل بلماضي انه هو اللي رائعيا وهو اللي كدا هو اللي فشل هو كدا بتحبوش انتو ما بتحبوش انتو ما بتحبوش انتو ما وانتا انتا اللي رك تهدر انتا طلبت من جامل بلماضي يريح تي سيدي موسى عس العوش خرجته عن مطاق التحليل وليتو تتمهبلو تهمتوا بلماضي بالخيانة تهمتوا ورق اليوم رك تقول لازم يكون عندو الوطنية يعني شغل جامل بلماضي ما عندوش الوطنية الهدافية اللي عندها الوطنية رح تكرم الديشة وعطيني وجهكم عطيني وجه أباك تديروا امور وكي ديروا هاو ناس واحد اخرين تروحوا تقولوا لهم هادي خيانة وانتو ركو دايرين ها توركو دايرين اكتر اكتر من صريحات اجامل بلماضي هاو قلت لك لو كان جينا في بلد القانون هاديك الهضرة اللي قالها ميدو هاديك يتحاسب عليها تشفوا بن طالب نهار ما خرجوا واحد في لانمان وتكلم عليه ناضط حالة في لانمان قال لك ممنوع يتكلم كلامك مع هذا وحتى خرجوا وطلب بالسماح وكذا ماذا يقول هذا؟ تعبن طالب كان معها عنصري تعال عنصرية في بلد القانون هاديك وخرج ناضط حالة دخلت يعني دخلت الحكومة ما الحكومة اللي رعين سيبتكم وقسم بالله لك الحكومة تعاناك تخدم القانون لك انتم جايب منعوا عليكم البلد تتمنى الموت يا ميدو تتمنى الموت هادي شوف من أخلاقية البلاطو أو من أبجاديات البلاطو انك يكون كلام موزون في بلاطو انتم ما خرجتوا عن نطاق السيطارة واحد يصب الشاب واحد يتمنى الموت بلاطو رياضي جاي تحكي على البالون تقول تمنى الموت موتهم خير من حياتهم يعني انتارك تقول هادا الناس موتهم خير منهم ما تقول ليش هم بعد بدي تقول شيخي بللي انهم قاع رايحين للموت بس عنتارك تتمنى الموت ركتتمنى لهم الموت في أقرب وقت لا زى موزته رح سمع الباصاري اخوتي حابية تنسك هذه البلاد هذه رحس سمع الباصاري رح القانون اخوتي موزته يت PLATOY قانون موزته يتطبق قانون موزته يتطبق هل أنتوا تحبوا الوطن؟ تتهموا فيه بالماضي؟ هل أنتوا تحبوا الوطن؟ من اللي جونتوا معقابوا وعقاب المنتخب؟ في بلاطو بتاعكم كنتوا تقولوا رياض محرز فاشل رياض محرز لعب هادي؟ بالإنجليز أعطت له أحسن لعب في إنجليتاون تقولوا ما يستاهلهاش في بلاطو بتاعكم؟ سيقراب اخوتي وكيف يحرروا في البلد سيقراب أخوتي؟ هذا السمع البصري افهمت هنا الناس تتحضر ومينك يحبت في بلاطوات؟ ناس تسب في بلاطوات؟ تقول للشعب الجزائري محرز جبت هذه لكم يا أخي بانتوا لك mieux لك فاهم لاب أتلقى تأتيكو من يتاوي في الشعب لن يتجعلين لك لن يتجعلين لك ربي يهديكم و يديكم كي قالها جمال بالماضي لأن سنة محبيتوش طلعوا الفرن سمنا ربي يديكم خير ما نطويش عليكم خالتي و نقول لكم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته السلام